المكاتب التوظيف رغم أهميتها الشديدة هم كمان من قطاع صعب عندهم أو بعضهم بيجدب شوية كتبات وعندهم كمان كتير جدا من التحديات خلونا وزي ما تعودنا بقى نبتدي بأشهر عشر كتبات بيجدبها أحيانا أصحاب مكاتب التوظيف الكتبة الأولى وبناء على استفتاء جماهيري معروف إن إحنا سألنا ناس كتير قوي إنه أكتر حاجة اتخدعوا فيها هو العنوان ده فرصة شغل من البيت ويزودوا في الآخر كده وهتقبت بالدولار مين يقدر يقوم الجمال ده كله اشتغل من البيت وقبت بالدولار الحقيقة ما تصدقش الحكاية دي إنه ما فيش مكتب توظيف يقدر يوفر لك فرصة شغل من البيت هتقبت بالدولار بناء على ولا حاجة كده آه ممكن الناس بتشتغل من البيت وتقبت بالدولار لو بتشتغل لخدمة حاجة بره البلد أو أي سبب آخر بس مستحيل تبقى مفتوحة كده وعامة كده والأي حد والأي خبرة الكتبة التانية هيقول لك معلش إحنا هنوديك مكان بس هتقعد فترة تدريب بدون مقابل دي معروفة آه في فترة تدريب بتبقى في الأماكن بس تقعد ثلاث شهور بدون مقابل وبعد الثلاث شهور يقولو لك إحنا مش عايزينك أو ممكن نمشيك ونجيب حد تاني على كل حال ده بيحصل وبيحصل أحياناً كتير الكتبة التالتة كتبة وأسفة بقى في الكلمة دي نصبايا لو لقيت إعلان لوظيفة في مؤسسة كبيرة أو محترمة أو وظيفة حكومية مثلاً ولقيته كتب لك التواصل على واتساب رقم كذا الشركات أو الأجهزة الحكومية هتتواصل على الواتساب تفتكروا؟ لو هتكون بتصدقوا؟ مين اللي الممكن؟ آه وما حصلش شركات والمؤسسات الكبيرة المحترمة تتواصل عن طريق الإيميل ومتبعت لها إيميل كتبة الرابعة هيقولك تعالى مقابلة باللاب تاب وساعتها لازم تخاف لأنه هيخليك تستخدم اللاب تاب وتعرض مهاراتك وخبراتك وبعدين احتمال يبايعك اللاب تاب لأنك هتدفع مصاريف عشان تتوظف الكتبة الخامسة هيقولك معلش أصلحنا يعني لو سألته طب إيه الموقع بتاع الشركة بتاعتك وفيقولك أصلحنا لسه فاتحين جديد ولسه ما عملناش ويب سايت ما عملناش موقع لنفسنا فاحنا بالنسبة لك شركة مجهولة تعرفش هم مين ولا مين بيشتغل هناك ولا عنوانهم فين هم شركة مجهولة بتكلمك أو بترسلك الكتبة السادسة هيقولك إحنا أنت هتعمل انتربيو وهناخد منك تمن أبليكيشن أو تمن عمولة عن شغل أنت لسه مشتغلتوش مكاتب التوظيف المحترمة ما بتعملش كده خلي بالك العمولة بتتخسم آه طبعا هم ليهم عمولة وبياخدوا أجر بس تتخسم من أول مرتب ليك يعني لما تبقى دامونت أنك رحت شغل كتبة السابعة بيعملوا حاجة غريبة أول مش مفهومة خالص يقولك امضي على استمارة سدة يعني هترفض تعرفي استمارة سدة دي يعني إيه يعني هتترفض يعني أنا قدمت يعني أنت ترفت قبل ما تشتغل ترفت فدي لطيفة جدا الكتبة التمنى هيقولك أنه فيه فرصة عمل في بلد تانية ومحتاج تدفع بس أبليكيشن غالية شوية تدفع حوالي عشر تلاف جنيه أو رقم كده يعني ألف جنيه لحد عشر تلاف جنيه رقم كبير شويتين هيقولك احنا هنصفرك تشتغل بقر ده شغل بجد ده سمسرة الهجرة احنا ملاش في دول واحنا بنسيبش بلدنا أبدا بالطريقة دي الكتبة التاسعة واحدة هيقولك أنا مكتب توظيف بس هعمل لك الانتربيو النهاردة في كافي أي حد فينا بصراحة بيروح يعمل انتربيو في كافي بيبقى هو بيقول أنا نازل أشتغل أنا نازل يتنصف علي النهاردة الكتبة العشرة يقولك قبل الشغل الشركة طالبة منك تاسك هيقولها لك كده بشياك مهم متعمل يعني فطالبة منك تعمل عشر تصميمات لو انت مصمم جرافيكس أو تترجم تسع مقالات لو انت حد بتعمل كده أو تقفلهم حسابات السنة حاجات غريبة ومرعبة دي مش ممكن تكون هي دي اختبارات الوظيفة تاسك بدون أجر على كل حال في ناس بتوافق على ده بس عشان توري شغلها وتزود مهاراتها لكن على كل حال مش ده المفروض ان تبقى المهمات الأولية بدون أجر لكن برضو أكيد مش دي كل الصور وإحنا أكيد لما بنشاور على الكتبات عشان ناخد بالنا لأنه في ناس كتير عندهم شغل عالي وأداءهم عظيم جدا في مكاتب التوظيف وهنعرف حالا تحدياتهم بعد الحزاب ترجمة نانسي قنقر 种